النشرة الرئيسية من الفضائية التعادية أهلا وسهلا بكم ترأست صباح اليوم وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة مدالين ألنجين ممسلة لسيدة البلاد الأولى هند دي بي إتنو فعاليات المنتدى النساء حول البحث عن أليات وسبل توفير فرص عمل للنساء حضر المناسبة عدد كبير من المسؤولين الإدارين ورؤساء الجمعية النسائية حليم السعادية يعقوب وعليه جاء هذا المنتدى النسائي الأول من نوئه والذي يهدف إلى توفير فرص العمل وتشجيع النساء في المقاولة على القيام بالمشاركة حتى يتحقق الهلم الذي يراوضه أقول بعد النساء لبلوق أفضل مهليا وضوليا في مجالات التنمية الاقتصادية رئيسة منظمة للمبادرة الجديدة للقيمة الحقيقية لأجل إفريقيا جديدة أم الخير جبرين سليمان أكدت بأن المنظمة أسست منذ عام 2014 كما ناشدت النساء على الاهتمام بالمشاركة في المنظومة النسائية وذلك من أجل الهصول على الفرصة للنساء والشباب لتقديم مخترهاتهم وإبداء آرائهم من جانبها وزيرة العلام الناتخة الرسمية باسم الهكومة مادلينة ألينغي ممثلة سيدة البلاد الأولى هنددي بإتنو أشارت في خطابها مؤكدة بأن هذا اليوم يؤتبر خطوة أساسية بالنسبة للنساء الشاديات في إطار مشاركتهن في التنمية الاجتماعية والاختصادية في البلاد وأضافت الوزيرة أن هذه المناسبة فرصة تنتظرها النساء منذ زمنا بعيد لأجل إبراز خطراتهن وكفاءاتهن المهنية ودورهن في تربية المجتمع وخلال هذه المناسبة قدمت مصرهية تعالج المجتمع التادي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي ويجب على المرأة متمتئة بالثقة القاملة ومشبعة بالفكرة النيرة لضمان المستقبل وتبخى الإشارة أن هذا المنتدى النسائي الأول يستمر في الفترة من الثالث والعشرين حتى القامس والعشرين من الشهر الجاري موسيقى